تتعظم أزمة الطاقة في القارة الأوروبية على نحو كبير شبح نقص الغاز بات يطارد الأوروبيين في وقت تنضب فيه تدريجياً إمدادات الغاز الروسية أوروبا الملوعة من صيف قائذ تستعد دولها لشتاء قارس بملء خزناتها بأكثر من 50% من الغاز فيما أظهر تقرير اقتصادي أن الحكومات الأوروبية خصصت ما يصل إلى 280 مليار يورو لتمويل إجراءات تخفيف أثار أزمة الطاقة على المستهلكين والشركات في ألمانيا تراجع السهلاك الصناعيين للغاز الشهر الماضي بنحو 21% مقارنة بما كان عليه في العوام الأربعة الماضية وذلك تماشياً مع دعوات الحكومة إلى خفض استهلاك الغاز لتجنب حدوث نقص في هذه المادة وفيما تتأرجح أسعار الغاز بعد وصولها إلى مستويات قياسية يستعد البريطانيون لمواجهة ارتفاع في صقف أسعار الطاقة ابتداء من 21 أكتوبر ما سيؤدي إلى زيادة التضخم وهو القرار الذي حذر عمدة لندن من تسببه بكارثة وطنية لكن الخشية تكمن في لجوء هذه الدول إلى البحث عن الخلاص كل على حدة ووضعها قيوداً على غيرها من الدول ولسيما أن النرويج وهي المصدر الرئيسي للكهرباء في الاتحاد الأوروبي تعتزم الحد من صدرات الكهرباء إلى الجيران الأوروبيين بغية حماية المستهلكين النرويجيين في المنازل والمصانع وذلك بعدما أدى الجفاف إلى تراجع انتاج الكهرباء بالطاقة الكهرومائية توقعات هذه الأزمة تتجاوز الحدود الضيقة لوحدة الموقف الأوروبي إزاء الحرب في أوكرانيا بما يشمل تمرد دول أوروبية على سياسة مقاطعة روسيا ومعاقبتها أو ربما التفكك مع تعاظم الشعبوية واليمينية اشتركوا في القناة